اشتركوا في القناة 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 картينة كانت عنده الاهلية يجزئه ذلك طيب هنا مسألة الاهلية وهو الهام في الكلام على هذا الباب وهو الكلام على الاهلية نعم الاهلية كما قلنا اهلية تنقسم لا قسمين اهلية الوجوب اهلية الاداء اهلية الوجوب هي الصلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه أعتذبت هذه الأهلية الإنسان على ثبوت الذمة لقوله تعالى لا يكون في مؤمن إلا ولا ذمة فالاصطلاح هو وصف شرعي يصير الإنسان به أهلا لما له وعليه لما له وعليه يعني يحاسب على كل ما يكون من تصرفات وأيضا يكون عليه التزامات وواجبات يأتي بها وله في ذلك الثواب على هذا والأهلية الثانية أهلية الأداء هي صحية الإنسان أن يطالب بالأداء أو يطالب بالأداء ولن تعتبر أن يعتبر أقواله وأفعاله نعم تترتب عليها الأثار الشرعية أيضا في ذلك والأهلية قد تكون أهلية كاملة وأهلية ناقصة أهلية كاملة وأهلية ناقصة وهذه الأهلية كما قلنا هو أن يكون مكلفا فيحاسب على التفريط نعم ويلزم يعني يلزمه الشرع بواجبات لابد أن يأتي بها ويحاسب على أيضا التفريط وله الثواب على الإتيام بها والمهم عندنا هنا هي أهلية الأداء المهم عندنا هنا هي أهلية الأداء لأنها التي تتعلق بمسألة العقود ومسألة البيع والشراء ومسألة نقل الملكية والذمة وغير ذلك الأهلية لها عوارض يعني قد نقول بأنه زيد أو عمر مؤهل لأن يبيع وأن يشتري زيد أو عمر مؤهل لأن يكون له يعني ذمة خاصة به لكن هناك عوارض لهذه الأهلية قد تعترض هذه الأهلية فتوقف الآثار المترتبة أو قل توقف الواجبات فعوارض عوارض سماوية عوارض مكتسبة العوارض السماوية التي تأتي على الإنسان قدرا لا يستطيع أن يردها مثل الجنون فالجنون فيه اختلال العقل وهذا من أعظم عوارض الأهلية ولذلك المجنون غير مكلف لا هو مطالب بأن يأتي بالواجبات ولا ذمته مشغولة بشيء ولا أيضا يصح بيعه وشراءه وعطاءه ومنعه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث قال والمجنون حتى يثيق قال والمجنون حتى يثيق ففي العبادات هو لا يحاسب على العبادات وفي المعاملات أيضا لا يؤخذ في مسألة المعاملات يعني البيع والشراء يكون بطلا إن تعاقد فالعقد لا يستتم ولا يترتب عليه آثار وهذا لأنه فاقد كامل الأهلية وأيضا هو ليس ملزما لا بحج ولا بصوم ولا بصدقت ولا بصلاة هذا الجنون وإن كان يجن تارة ويفيق تارة فنقول حين الجنون هو غير مكلف وحين الإفاقة يكون مكلفا عنده أهلية الأداء وأهلية وأهلية الوجوب يعني ذمته تحتمل أن أن يؤمر وينهى وأيضا عند التعاقد له أن يتعاقد له أن يتعاقد ويصح تعاقد أيضا فرع عن الجنون هو العتة العتة هذا يكون اختلاف في العقل أيضا يعني يكون عنده بلادة قوية جدا قليل الفهم فاسد التدبير فمثل ذلك يحجر عليه المعتوه يحجر عليه المجنون يعني خلص الأهلية فاقد الأهلية كليتا أما المعتوه فيحجر عليه لأنه ما يستطيع أن يكون ممن يتدبر أمره وأن يعني يأتي بالمصالح لنفسه ويدفع عن نفسه المفسد من ذلك أيضا النسيان فالنسيان وإن لم يكن كالجنون لكنه أيضا من عارض الأهلية النسيان وإن لم يكن من الجنون لكنه أيضا من عارض الأهلية يعني النسيان هو ليس من الجنون لكنه من عارض الأهلية عارض يعرض الإنسان فلا يجعله يتذكر ما كلف به وهو لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء لمقاء القدرة بكمال العقل ولا يكون عذرا في حقوق العباد لأنها محترمة لحياته ملال الابتلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه الخطأ والنسيان وما استكره عليه وقد قال الله تعالى عن المؤمنين قالوا ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله جلال فعلا قد فعلت قال الله تعالى قد فعلت وأيضا من عوارد الأهلية النوم 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 من عوارد الأهلية والإغماء أيضا من عوارد الأهلية النوم من عوارد الأهلية والإغماء أيضا من عوارد الأهلية فالنوم ينافي الأداء والوجوب ينافي أهلية الأداء للوجوب النوم هنا الفارق بين عارض الجنون وعارض النوم أو عارض النسيان وعارض النوم أن عارض النوم ينافي أهلية الأداء للوجوب والمعنى أنه مخاطب بالصلاة مخاطب بالصوم فهو ينافي أهلية الأداء فقط دون وجود فما دام الإنسان نائما أو مغمى عليه فليست له أهلية الأداء لأنها تقوم على التمييز بالعقل وهو في نومه يغيب العقل علىه ولا تمييز له حالة نومه أو إغمائه وعلى هذا لو كان الرجل يتكلم هو نائم وهذه فيها مرض فيه مرض عند بعض الناس يتكلم هو نائم إن كان الرجل يتكلم هو نائم فهو إن كان نائما ويتكلم هو نائم لا يعتد بقوله يعني لو أمراته دخلت عليه ويتوقزه هو نائم مستغرق سمع الصوت قال أنت طالق بالثلاثة طالق أنت عليك كظهر أمي ووقتي فهنا لا يعتد بقوله لا يعتد بقوله والطلاق لا يقع حتى أفعاله لو كان يمشي ونائم وأخذوا أحد فجعله يمضي على أوراق بيع أو شيء من ذلك لا يأخذ بها بل الفقهاء بسألوا مثالا أنه لو كان نائما مستغرقا ثم تقلب فوقع على أحد فقتله لا لا يتحمل شيئا لا يعاقب بدنيا وقد تكون المسألة على الضمان من ليست عليه على العقلة هيكون خطل الخطأ وإذا أتلف شيئا يضمنه ما دامت المسألة في المال والنوم يجب أداء تأخير الخطاب بالأداء لكنه يكون مخاطبا بهذه الصلاة ليس في نوم التفريط إنما التفريط في اليقظة قال يعني ليس في نوم التفريط إنما التفريط في اليقظة أن يأترك الصلاة إلى نجيء وقت الصلاة التي الذي بعدها وقد قال أنفسنا من نام عن صلاة النساء فليصليها وقتها ما ذكرها هذا أيضا من عوارض الأهلية ومن عوارض الأهلية أيضا المرض فالمرض إن كان مرضا في العقل فهو ينافي الأهلية وإن كان مرضا في البدن كالإعياء كغالية من الأمراض فإنه لا ينافي لا أهلية الأداء ولا أهلية الوجوب لكن طبعا يسقط عنه بعض الواجبات إذ لا واجبة إذ لا واجبة إذ لا واجبة مع عذر إذ لا واجبة مع عذر فتسقط الواجبات بالأعذار ولذلك نحن نقول نكاح المريض إن كان المرض موت فهو صحيح عند جمهور أهل العلم لسدوري من صاحب الأهلية والطلاق المريض أيضا يقع يقع المدخول بها البائنة يقع إذا أبانها يقع طلاقه فهي ليست من العوارض التي تنفي الأهلية هذه بالنسبة للمسألة الأولى هناك عوارض هذه العوارض العوارض هذه عوارض يأتي قدر بها عوارض سماوية هناك عوارض مكتسبة وعوارض الجهل فعوارض الجهل أيضا الحق أنه كما قال علماءنا عوارض الجهل يعتبر لأن الله قال وما كنا معذرين حتى نبعث رسوله فالجهل ولو وقع في الكفر لا يؤخذ على ذلك ولو وقع في حد من الحدود وكان نشأ ببادئة بعيدة عن الإسلام عن أهل الإسلام فلا يؤخذ بذلك أيضا الجهل في المعلوم بالدين بالضرورة غير معتبر الجهل في المعلوم بالدين بالضرورة غير معتبر والحق أنه كما قلنا الجهل عارض عارض في الأصول والفروع عارض في الأصول والفروع فلو آتى شيئا أو آتى عقدا محرما وهو يجهل ويجهل التحريم فهذا عذر له لكنه ليعتبر وترتب عليه أثاره أم لا لا يترتب عليه أثاره المسألة فيها تفصيل في هذا الباب الجهل عارض مثل ذلك أيضا لو قلنا بأن الرجل قال لامرأته مثلا قال لها سرحتك لأهلك وهو يجهل بأن التسريح طلاق لا يقع الطلاق أو قال لها حبلك على الغارب ولا يدر أن هذا طلاق وفيه نية فهذا أيضا لا يقع عليه من ذلك أيضا الخطأ الخطأ فالجهل أيضا عارض من العارض كما قلنا على الراجح الصحيح في هذا الباب على تفصيل لا ندخل فيه الآن نريد أن نختم الكلام في هذا الباب والخطأ أيضا الخطأ عارض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع علمات الخطأ والنسيان ومستكريه عليه والعلماء يقولون الجهل أخو النسيان يعني عشان نعلم بأن مساءة النسيان كان عارض من عارض أهلية المكتسبة الجهل أيضا ينزل منزلته الخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عنه ومات الخطأ والنسيان ومستكريه عليه والخطأ هو أنه وقوع القول أو الفعل من الإنسان على خلاف ما يريده أخطأ فيه وهو عذر عذر من الأعذار التي بها يسقط حقوق الله تعالى عذر من الأعذار التي بها يسقط حقوق الله إلى الفعلها كخطأ المفتي أو خطأ الذي جاهل القبلة عن اجتهاد وكذلك يعني يصلح أن تكون شبهة تدرأ بها العقوبات المقررة كالحدود غيرها لأن الحديث الآن الحديث الآن الحدود تدرأ بالشبهات حديث ضعيف لكنه حدود تدرأ بالشبهات وفي حق العباد إن كان الحق عقوبة كالقصاص لم يجب بالخطأ لأن قتل الخطأ ما عليه إلا الدية والكفار ما عليه إلا الدية والكفار قتل الخطأ ما عليه إلا الدية والكفار والقصاص عقوبة كاملة فلجب على المخطئ لأنهم عذور أما حقوق العباد المالية فكأتلاف مال الغير حتى ولو بالخطأ فإنه يضمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلوا مال مرء المسلم إلا عن طيب نفسه منه فحتى ولو أخطأ فالصحيح الراجع حتى لو أخطأ فعليه أن يضمن المال إذن عندنا الجهل أيضا نتكلم فيه الجهل والخطأ من العوارض المكتسبة الجهل والجهل بعض العلماء يرونه لا يعد عذرا في دار الإسلام لأن العلم فيها مفروض على من فيها فلا يعذر المسلم بجهل الأحكام العامة الواضحة لا يخص فيها الحقيقة هنقول لابد أن نفهم شيء الأحكام أحكام قسمان أحكام متوترة وأحكام معلومة من ديم الدرورة هذه لا جهلة فيها هذه لا جهلة فيها إلا إذا نشأ ببادية بعيدة فالجهل هنا لا يكون عذرا ولا يكون عارضا من العوارض نعم أما إذا كان الحكم خفي فالجهل هنا يكون عارضا من العوارض التي تعتبر بذلك وأيضا يعتبر الجهل بالواقع عذرا يعني الجهل ولا يكون من عارض الأهلية المتكاملة لكنه يعتبر عذر عذر فيه الاجتهاد في موضوع الشهادة الصحي الذي لا يخالف الكتاب والسنة أو الإجماع كما هو عفو عذر في عفو أحد ولي القتيل عن القصص وكان نكاح بلا شهود أيضا اتفايا بالإعلان كل ذلك من الجهل يكون فيه عذرا وقد يكون عذرا مكبولا أيضا إذا وقع في الحرام كأنك حمرأة هي أخته في الرضاع أو أمه في الرضاع شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء الرجل قال له إن فلانا زعمت أنها أرضعتنا قال فارقها قال يا رسول الله قال كيف وقد قيل سأقول هذا على الورع أو قلنا هذا على الوجوب المهم أنه أخذ يعني لم أخذ بقولها لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن قبل ذلك لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن قبل ذلك لم 난 لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل قبل ذلك أنه أنه نكح ب امرأة هي أرضعته خمس رضعاتный مشبعات او امرأة رضعت معه خمس رضعات subs هو لا يعلم فلم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزره ولكنه قال كيف وقد قيل يعني لو كانت أرضعاتك ففارق هذا من نسبة للجهل فيكون عذرا لكنه لا ينافي الأهلية أيضا لا يكون الخطأ من عارض أهلية إلا كما قلنا في أن يكون عذرا في سقوط حقوق الله لفعلها كخطأ المفتي أو خطأ الذي اجتهد في القبلة ولو أخطأ فإنه صلاة صحيحة ولا يعيد بل والجاهل بالعقوبة الجاهل بالتحريم أصلا الجاهل بالتحريم عارض أيضا يعني والخطأ كذلك عارض كالمرأة التي أتى بها عمر الخطاب وأراد أن يعني أرجمها لأنها كانت أخذها فاعترفت أنها زنت فلما أراد أن يرجمها قالت له نعم مع مرعوش بدرها ميني فعسل الله قال يا رسول الله يا أمير المونين أنها تتوجه بها والمعنى أنها جاهلة فلما قال ذلك تركها أمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه تركها ولم يقم عليها الحد فالخطأ أو الجاهل في هذا الباب أيضا أن يسقط حق الله للفعله بل يكون شبهة تدرع به الحدود من عارض الأهلية أيضا الهزب أن يراد بشيء ما لم يوضع ما لم يوضع له العلماء قالوا هذا يعتبر لا ينافي أهلية الوجوب ولا الأداء لكنه قد يؤثر في بعض الأحكام وأن أقسام التصرفات القولية إخبار أو اعتقاد أو إنشاء فالإخبار الهزب يبطلها مهما كان موضوع الإخبار لأن صحة الإقرار تقوم على صحة المخبر به والهزب دليل ظاهر على كذب ما أقر به أما الاعتقادات فلا يمنع أثرها لو تكلم بكلمة الكفر هازلا صار مرتدا صار مرتدا وأيضا في مسألة الإنشاءات مسألة النكاح والطلاق والرجعة كل ذلك يقع يقع منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة وأيضا السفة ليس من العوارض لكنه يحجر على صحيح على تصرفات صحيح هذا بالنسبة للركن الأول من أركان العقد وهو الأهلية أتكلمنا عن الأهلية لا بد أن يكون بالغا مسلما لا بد أن يكون بالغا عقلا ولذلك اختلف العلماء هنا في مسألة الصبي وعقود الصبي الجمهور على أن عقود الصبي وأن كان مميزا بأنه لا يصح ولا يعني زكاة السفقات بالملايين مثلا والصبي المميز هو الذي يعقدها على أنه لا يصح والأحناف يرون أن عقود الصبي المميز متوقفة على الوصي أو متوقفة على الولي إذا أجازها الولي صحت وإلا فلا تصح والجمهور كما قلنا قالوا بأنها لا تصح أصالة لكن في الأمور التفهة الأمور التي لا وزن لها فشبه اتفاق وإجماع على أن هذه التصرفات تكون نافذة يعني لو ذهب الولد الصغير يشتري شيئا بدراء همات بأموال ليست كثيرة فإن العلماء قالوا التعاقد هنا يصح لو ذهب فاشترى كبريت مثلا أو اشترى شيء من السكر أو غير ذلك من أدوات البيت التي تحتمل يعني الأمر يسير فيها العلماء يقولون يمضي العقد العقد يكون على الإمضاء والصحيح أنه يمتلك رجل مالهم يمتلكون السلة التي أتى بها الصبي أما إذا كانت صفقة من الصفقات الكبيرة جدا المعين وإن كان مميزا أو ناهز الاحتلام ما تصح ما تصح ولذلك العلماء يقولون الصبي المميز تصح عقوده وتصرفاته النفعة نفعا محضا كقبول الهبة والصدقة وأيضا الوصية والوقوف أو الوقف دون حاجة إلى إذن الولي أما العقود التي أو التصرفات التي تكون فيها شيء من الضرر المحد عليه أن يهب مثلا أو يطلق أو يتكفل كل ذلك يعتبر ضامنا له فهذه لا تصح ولا يخذ بها الركن الثاني من أركان العقد بالنسبة للعقدين الولاية والولاية والولاية ما أخذها من الولي وهو في اللغة الولاية المحبة والنصرة أما في الاصطلاح فهو تنفيذ القول الغير شيء شاء الغير أم أبا يعني يكون وليا له في التصرفات لكي ينعقد العقد ويكون صحيحا نفذا وتترتب عليه أثاره لابد مع جانب الأهلية أهلية الأداء يعني أن تكون له ولاية التصرف في ذلك وهي أيضا كما قلنا في تمام الملكية فإنه لا يجوز له أن التصرف في شيء لم يتم أو لم تتم له ملكيته هذا هذا بالنسبة لأركان العقد وبذلك نكون قد أغلقنا باب والكلام على مسألة العقد يعني إلماما وإن لم نكن قد وسعنا الإلمام كليا لأنه مقيا لنا خيار الشرط لكن هذه هذه هي آخر أعتذب يعني مسألة خيار الشرط أو خيار المجلس أشغلنا عليه إشارة لكن التوسيع فيه سيصعب علينا أن نأتي بها الآن فختاما الكلام على الركن الثاني من أركان العقد وهو الأهلية لو في أي سؤال تفضلوا الاختبار قد يكون فيه سؤال مقالي من أجل التمييز فقط وبعد ذلك تكون الأسئلة اختيارية بإذن الله تعالى لو في أسئلة تفضلوا نعم ماذا الحديث حسنه بعض العلماء في هذا الباب ما يكون اختبار الأسوال القادم الأمر إليكم الأمر إليكم وإن أردتم يكون اختبار الأسوال القادم أو الأسوال الذي بعده المسألة عندكم لكن نحن أنهينا نظرية العقد والكلام على العقد والعاقدان أيضا على العقد وعلى أيضا شروط العاقدين وهذه من الأهمية بمكان يعني مسألة التعاقد مسألة أركان العقد مسألة من الأهمية بمكان هو كان يبقى في ذلك على خيار الشرط وخيار المجلس ممكن أجمله فقط لكم خيار المجلس هو أصل أصيل عند شفائية عند الحنبلة لقول النبي والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يقول لأخيه اختر وهذا تكلمنا عنه وبيناه بالتفصيل بقي خيار الشرط هو أنه يشترط خيار الشرط أهم ما أهم ما في خيار الشرط أنه اختلاف العلماء في مسألة التوقيت في الشرط فالشفائية يرون أن خيار الشرط على ثلاثة أيام لقوله قل لا خلابة وأيضا من اشترى مصرات فهو أو محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام بالخيار ثلاثة أيام والمالكية الحنبلة يرون أنه شهر يعني خيار الشرط تكون شهر المالكية أو غير المالكية يرون أنه مفتوح وهذا الذي ندون الله به المالكية أو غير المالكية يرون أنه مفتوح بمعنى أنه ممكن يقول له أنا أشتنى منك هذه السيارة وهذا الذي قلناه على البنوك 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 الربوية أو البنوك الإسلامية بنقول لهم الآن لما لما تدخلون وسيط بباية مرباحة على ما تقولون والأصل أنكم أنكم في حقيقة أمركم تتعاملون بالقرد تتعاملون بالقرد تتعاملون بالقرد تتعاملون بالقرد فأنت اشتري البنك يشتري السيارة بخير الشرط مفتوح إن باعها يتم الثمن ما باعها أردها للردوح يقول له إن بعت فأنا سأتيك بثمن وإلا أنا ممكن أردها ويبقى هنا وقع بأنه على الأقل على الأقل يعني ضامن أن المال يكون حلال لكن هو البنك ليش لا يفعل ذلك البنك يعلم أنه في غضون الشهر أو الشهرين لما تكون عنده ستكون في ضمانه لو حصل لها أي إطلاف يبقى هو يضمنها وهو ما يريد ذلك فهو يريد ذلك يعني ما يريد ما يريد إنه يدخل في الضمان هو يريد يكون له الغلم للغرم بأي حال من الأحوال مفهوم فخيار الشرط يروح جدا هنا وخيار الشرط الخلاف بالعلماء على ثلاثة يعني الخيار الشرط على التوقيت هو الخلاف بالعلماء والإيمان الأربع يقولون بخيار الشرط وأنه جائز ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي كان يعني يغبن في البيع قال إذا اشتريت فقل لا خلابة قل لا خلابة وكان الرجل يعني يقول لا خنابة ما يقولها صحيحة فيقول لا خنابة والنبي صلى الله عليه وسلم وقت ثلاثة أيام قال من اشترى مصرات المحفلة يوهم الرجل بأنها زاد ضرع يعني من اشترى مصرات فهو بخير النظرين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من طبر فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا وصاعا من طبر فوقت ثلاثة أيام فقال به شفعي والإمام أحمد يقول بشهر ما يقول مفتوحا والمفتوح هو الصغيح لأنه هذا الأصل في مسألة خيار الشرط هو أنه أنه بيشتري بيشتري بخيار الشرط من أجل أن يدفع النفس بعض الضرر وينتفع هو ينتفع الباع يعني لو باع هو الآخر ينتفع وهذا الراجح الصحيح هذا بالنسبة للخيار الشرط وبذلك نكون قد لملمنا شمل جميع نظرية العقد عند المصنف وإن كنا قد أجملنا مسألة الخيار لكنها مهمة جدا خيار المجلس تكلمنا عليه وقلنا الملكية أخطأوا في رفض خيار المجلس لا سيامة أيضا لا سيامة الحديث صريح فالحنفية والملكية يرد عليهم بقوله البيعان بالخيار ملم يتفرق أو يقول الأخي اختر والثاني اتفقوا على خيار الشرط اللي اختلفوا في مسألة التوقيت وقلنا أن خيار الشرط ممكن أن يكون مفتوحا وهذا ينفع جدا الملوك الإسلامية التي تريد أن تتعامل إسلاميا فنقول لها اشتري وخزني عندك وبيعي بعد ذلك إن لم تبيعي ردي يعطي يعني توقيطا وبيعي بعد ذلك إن لم تبيعي ردي فبهذا تنجو من مسألة أن تكون على أنها وسيط مقرد يعني ومقتلط والله الحمدل مننا كده انتهينا من جميع الكتاب لو أردتم الاختبار يكون الأسبوع القادم أنا ما عندي أي مشاكل إن شاء الله بإذن الله تعالى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم